السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبنا بنا اليوم أن نتقاسم معكم تقنية تروادي لاستعمالها في دروس تعليمية أو في أشياء أخرى سواء كنت أستاذا أو غير ذلك فيمكنك الاستفادة من هذا الدرس بالاستعمال هذه التقنية فهي تقنية مفيدة جدا تمكنك من استخدام أشياء على شكل تروادي تغني بها عرضك وأدرسك سواء كنت أستاذا في مادة الإجتماعيات أو أستاذا في مادة العلوم أو أستاذا في أي مجال آخر هناك مجموعة من العروض ومجموعة من التقنيات والصور على شكل تروادي يمكنك استخدامها في عروضك إذن انتبهوا معنا لهذا الدرس إن شاء الله ونتمنى ونرجو من الله عز وجل أن يكون مفيدا لكم وبالتوفيق الجميع إذن بالنسبة للطريقة فهية كالأدي سوف أذهب إلى إنسرسيون أنا أشتغل بالبويربوينت أوفيس 365 انسرسيون ثم موديل 3D وأختار أبار تيرد سورس أونلين يعني يجب أن أكون مرتبطا بالإنترنت لأختار النماذج عندما أضغط عليها عندما أضغط عليها تصعد هذه النماذج يعني فكل مجموعة تتضمن نماذج أخرى يكفي أن أضغطها عليها لكي أدخل ثم أجد مجموعة أجد نماذج تولدي الأبعاد أخرى فهناك نماذج خاصة بالحيوانات أموبلمون فيثمون آنمون آفاتار إلكترونيك جوة شيمي آناطومي يعني مجموعة من النماذج يكفي أن أضغط على النماذج ثم أليجو إلى نماذج أخرى مثلا هنا سوف أضغط على أنيمي بور الإدوكاسيون فتلاحظون هذه النماذج التي عندي سوف أختار هذا النماذج ثم أضغط على أنيمي فيتم تنزيل النماذج على الديابوراما الخاء الصابي بعد اختيار النماذج التي سوف أشتغل عليها كما تلاحظون في الفيديو السابق اشتغلت على طائرة درون والجهاز الهضمي وصبورة وكرة أرضية اخطأت أربعة نماذج هذه النماذج قمت بتصغير الشاشة من هنا من الأسفل كما تلاحظون إما أكبرها أو أصغيرها قموا بتصغيرها لكي أشتغل بطريقة جيدة إذا كل هذه النماذج فهي خارج المشهد لا تتم رؤيتها لكن عندما السلام عليكم أشرح مثلا درسنا ويصل دور هذه النماذج يعني مثلا هنا في هذا الفيديو كما تلاحظون سواء كنت أستاذا أو غير ذلك فيمكنك الاستفادة من هذا الدرس بالاستعمال هذه التقنية فهي تقنية مفيدة جدا إذا في هذه اللحظة عندما قمت بمد يدي سوف تنزل الطائرة إذا تقريبا في الثانية السادسة هذه أجزاء من التواني تقريبا في الثانية السادسة سوف أذهب إلى أنيمسيون ثم أظهر فولي دانيمسيون كما تلاحظون هنا في هذه اللحظة بالضبط سوف أضيف لهذه الطائرة حركة جديدة من هنا من أطخ موفمون سوف أختار من الأعلى إلى الأسفل من هنا كما تلاحظون من الأعلى إلى الأسفل هنا ضع يعني من الأعلى إلى الأسفل ثم أضغط على أوكي كما تلاحظون هنا عندنا متلة أخضر وهنا متلة أحمر إذا فهي سوف تنطلق من الأخضر إلى الأحمر يمكن أن أغير الاتجاه من هنا يعني أهضرها هنا أو هنا أو أي مكان أريد هنا على اليمين تلاحظون بأن الطائرة سوف أضغط هنا دائما أشغل في فولي دانيمسيون وأعتمد على دماغاج ديوري ديوري بالنسبة للدماغاج يعني وقت الاشتغال هذا المشهد عندنا ثلاث اختيارات اقليق يعني في البداية أو يا أبري ما على المشهد الفولي دانيمسيون هو المشهد الذي يكون هنا في الأعلى أو أبري ما على المشهد يعني مع هاد المشهد يعني عندما اشتغل الفيديو يشتغل الحركة من لا أريد ذلك أو أبري ما أريده بعد يعني بعد إشتغال الفيديو ثم أحدد له كم من الوقت سوف ينتظر هنا في ديلي يعني كم من الوقت سوف ينتظر ثم تنزل الطائرة ثم تنزل الطائرة إذن بنفس الطريقة أشتغل مع الأشياء الأخرى إذن هذه الأمعاء في الفيديو مثلا سوف أذكر مثلا أو أحتاج إلى هذا الوضع سواء كنت أستاذا في مادة مثلا في الأربعون ثانية يعني بعد أن مروا أربعون ثانية من الفيديو سوف أحتاج إلى هذه الأمعاء إذن بنفس الطريقة سوف أضغط عليها وأقوم هنا أجد ألمسيون ثم أذهب إلى أدخ موفمون وأختار من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين ثم أضغط على أوك أضغط على أوك فتلاحظون هنا المتلة الأخضر يعني تنطلق من هنا وسوف تصل إلى هنا يمكن أن أتحكم في منطقة الوصول يعني في أي مكان أريد يعني في أي مكان مثلا سوف أشرح وألمح بإسبعي فسوف يجب أن يكون الصورة في ذلك المكان نفس الطريقة ثم أتي إلى هنا إلى موديل وأختار التوقيت يعني مثلا أريد أن تشغل بعد المشهد مشهد الطائرة هو هذا مشهد الطائرة بعد مشهد الطائرة مثلا بـ 30 ثانية يعني عندما سوف أحتاجها سوف تظهر يعني بعد 30 ثانية بالضبط سوف تظهر نفس الشيء هنا بالنسبة للكورة الأرضية بالنسبة للكورة الأرضية نفس الشيء أذهب إلى أنيميسيون ثم أجد أنيميسيون ثم أضخ موذمون ثم أختار من اليمين إلى اليسار من اليمين إلى اليسار أنا سابقا وان قمت بذلك فنغيره من اليمين إلى اليسار ثم أختار التوقيت يعني متى سوف تظهر الكورة الأرضية الكورة الأرضية سوف تظهر بعد مشهد يعني بعد مشهد الأمعاء مثلا بعد مشهد الأمعاء بي كان بخمس ثواني يعني عندما فهي عملية حسابية قليلا ما يعني عندما أتكلم وأقول مثلا الكورة الأرضية سوف أقوم بالنظر إلى التواني أو الوقت الزمني الذي وصل فيه الفيديو ثم أحدده هنا في لانيميسيون سوف نحدد أنه مثلا بعد أربعين ثانية سوف تتحرك الكورة الأرضية إذا هذه المجموعة غير أفكار بسيطة يعني غير كمقدمة وبعد الإشتغال ستتضح لكم الأمور إذا أعيد واحد الخلاصة بسيطة أنه أشتغل من هنا بسيطة على أفكار 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 لدينا مجموعة من النماذج لدينا مجموعة من النماذج أختار أي نموذج أريد ثم أقوم بتحميله بالضغط على أنسيغي ثم أضيفها إلى الفيديو أو إلى الضرس الذي أريد تقديمه دائما أشتغل على التواني والوقت الزماني يعني متى ذكرت النموذج الذي سوف يظهر ثم أضيف له الأنمازيون يعني متى سوف يظهر يظهر أجلت الأنمازيون ثم أختار الأسهم هل من اليمين أو اليسار هل من الأعلى إلى الأسفل مجموعة من الاختيارات ثم أحدد له مكان الذي سوف يتجه إليه مثلا في أنا هنا مثلا في الثانية رقم 6 ذكرت أو أحتاج إلى الطائرة فالطائرة نزلت إلى هنا ثم غادرت مثلا في الثانية الأربعون مثلا أحتاجت إلى الجهاز الهضمي فأضيف له هذه الخاصية يعني الضغر من اليسار اليمين ثم يظهر يعني مجموعة من الأفكار يمكن الاشتغال عليها فهذه مقدمة بسيطة ولكم إن شاء الله يعني حرية وسوف تتعلمون أشياء أخرى وذلك بالتطبيق والاشتغال والتمرون على هذه التقنية وبالتوفيق الجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر